يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعياً للخير دلوني فمنكم تنهل الأرض بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء المشاهدون مرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجواب الشافي نسعد في هذه الحلقة بالترحيب بفضلة الشيخ الدكتور محمد حاج عيسى فمرحباً شيخ مرحباً بكم معنا إن شاء الله مرحباً بكم شيخنا كما جرى العداء نكمل الأسئلة وأول سؤال معنا هو من مرأة تسأل تقول لما أخرج مع زوجي ألاحظ أنه لا يغض بصره وأنا أتذايق من ذلك حتى إني أتشجر معه وصرت لا أخرج معه لهذا السبب أريد النصيحة جزاكم الله خيراً بسم الله والحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدينا آمين يا رب وأن يدي بنا وجعلنا هدهة مهتدين آمين آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيح ومن واجب كل واحد مننا أن ينصح أن ينصح نفسه وأن ينصح الأقربين فهذه المرأة من واجبها أن تنصح زوجها وأن تذكره وأن تستور عليه وأن ترافقه حيثما يعني إذا أراد أن يعني يخرج أو كانت هناك ضرورة أو لا حتى من غير ضرورة يعني يريد الخروج أن تخرج معه وأن ترافقه بالنسبة للسؤال قضية غض البصر أولا الواجب عليه أن تنصحه وأن ترفقه بالنصح وأن تذكر في الحقيقة لأن وجوب غض البصر مولى عز وجل قل للمؤمنين يغض من أبصاره فهذا معلوم لديه ولكن ربما الإنسان ينسى وربما يغفل وربما شوارعنا التي أصبحت كما هي الآن قد لا تدعو الإنسان يمشي في الطريق سالما معافا فيحتاج إلى تذكير وإلى تنبيه ومن واجب المرأة أيضا إذا كانت هذه المرأة ناصحة من واجبها أيضا أن تحسن الظن أن تحسن إحسان الظن فنخشى أن يكون السؤال نابع من غير سائدة أو من سوء ظن والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن بأمته وأحسن الظن بنا وبالمسلمين فقال النظرة الأولى لك قد يرى الإنسان يسمع صوتا يلتفت الناس كلهم لبسين نفس اللباس لكنه كان واحد لبس لباس متميز تلتفت هذه من طبيعة الإنسان هذه من طبيعة الإنسان لما يكون يمشي في الشرع ربنا سبحانه وتعالى لا يؤخذون عليها فقد يكون هذا الذي تشتكي من هذه المرأة هو من باب النظرة الأولى المعفوة عنها نظرة الخاطفة التي لا يستطيع الإنسان أن يتجرد عنها فالواجب عليها أيضا كما قلت إضافة إلى النصيحة الواجب عليها أن تحسن الظن ولعل هذا الأمر من هذا القبيل الذي ذكرته الآن هذا الزوج كذلك الجواب الآن ليس للسائلة فقط بل هو لعموم المشاهدين الواجب على كل مسلم مننا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن فيما شرع المولى عز وجل خير له ولمجتمعه ولي أسرته المولى عز وجل أمر كما أمر المؤمنين قل للمؤمنين يغض من أبصارهم قال قل للمؤمنات أترضى أيها الرجل إذا خرجت مع زوجتك أو إذا خرجت زوجتك لوحدها ألا تغضى بصرها هنا ستتحرك فيك أيضا أنت الغيرة وربما إذا كانت هي تشاجرك بالكلام ربما أنت تفعل ما هو أكبر وأعظم من ذلك ولا يؤمن أهدكم حتى يحب لأخيم يحب لنفسه وعامل زوجتك كما تحب أن تعاملك بزوجتك كن صادقا كن مخلصا كن وفيا كما تحب أن تكون زوجتك صادقة ووفية ومثل هذه الأشياء المتعلقة بالأعراض كما يذكر كثير من العلماء في مجال الوعظ والتذكير وغير ذلك يقول هي دين يعني كما أن الإنسان يعتدي ويتجسس ويتلصص أو يفسد بنات الناس وغير ذلك فإن هذا دين يقتص في زوجك وفي بناتك وفي أختك وغير ذلك فلنتق الله سبحانه وتعالى فإن هذا العالم الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقبه وهو الذي يسيره وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما تدينه تدان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي جميعا إخواننا كأن أمر آخر نضيفه كلام يسوق بعض وبعض يعني كثير من الناس ربما هذا كلام الأزواج يعني كلام الأزواج بسبب عدم غض البصر هذا ستكون له تبعات تبعات كثيرة وقد تهدم أسرته واضح؟ قد تهدم أسرته الذي لا يغض بصره سواء في الشارع أو في غير الشارع الآن عندنا قنوات عندنا إنترنات هذا سيجعله غير راض عن زوجته سيصبح يرى زوجته التي تؤنسه وتساكنه لا يرى فيها ذلك السكن ولا يرى فيها ذلك الراحة ولا السعادة ولا يعني الذي من أجله شرع المولى عز وجل الزواج الزواج التي تسكن إليها ذلك السكن يذهب كثير من الناس يجد يقول لك مثلا هذه الزوجة غير صالحة غير جميلة ما السبب؟ السبب هو ماذا؟ أنه رأى هو أطلق العنان لنظاره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديانا فهذا بابه من طريق أو خطوات من خطوات الشيطان هي بداية الخصومة الآن مع الزوجة رأي بداية الأسرة بدأت تتزعزع تنقلت أنها تتشجر معها أحيانا نعم وأصبحت لا تريد لا تخرج معه فقلت إذن هنا بدأ يدخل الشيطان وبدأت الأسرة تتزعزع فإذا كان هو أصبح بعد ذلك ينظر إلى هذه الزوجة غير صالحة غير مناسبة فهنا الأسرات ستكون في خطر نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعفوة والسترة آمين يا رب بارك الله بك شيخ سؤال آخر يقول رجل اجتمع لديه مال يكفيه للحج لكن قيل له أن تزويجك لابنك أولى من الحج مع أنها حجته الأولى فأيهما يقدم الحج أم زواج ابنه تزويج ابنه بسم الله الله بعض الأحيان أسئلات جعلك يعني من جهات تستغرب ومن جهات تسعد حقيقة تزويج الآباء لأبنائهم هذه من الشيء كان في عرفنا من القديم لماذا؟ لأن الولد كان يتزوج عمره 11 سنة و 12 سنة و 14 سنة و 15 سنة فالذي يزوجه هو والده هذا أمر جرى عليه العادة يعني هل ما زال أناس الآن يقولون أزوج ولدي يعني شيء طبعا من ناحية من ناحية الشرعية ولكن من ناحية اجتماعية من ناحية العرفية شيء يصر لكن من ناحية الفقهية هل يجب على الأب أن ينفق على ولده؟ طبعا أقوال الفقهاء معروف في المذهب مثلا بعد البلوغ إلا أن يتطوع في بعض الاجتهادات إلا أن يكون يدرس إلا أن يكون مازال أو أن يكون معاقن غير قادر فهنا تجب أن نفقته نفقته يعني في المذهب يعني إذا بلغ شاب الولد البلوغ سيسقط نفقت الأب نعم لكن لابد أن نرعي عرفا ونبد أن نرعي تعاملا بالمعروف نعم تعاملا بالمعروف لأن هذه الأشياء لا نلجأ إلى الأحكام الفقهية في بعض الأحيان إلا عند التشاح آه صح عند التشاح عند المنازعة فنلجأ لكن إذا كان الأمر ساريا على على ما تعرف عليه الناس بما لا يخالف الشرع الشرع لأنه كين الواجب وكين المستحب نعم وكين الإحسان وكين الإحسان هذا الولد إذا كان عاملا نقول له أنت الذي تنفق على والدك نعم مواضح نرجع إلى الآن هو يقول تعارض حجه هو مع زواج ابنه إذا كان ابنه محتاجا إلى الزواج إذا كان محتاجا إلى الزواج نعم بمعنى إذا لم يتزوج سوف يتضرر في دينه أو في شيء من أمور حياته فأنا بناء على الذي يعتقدون الحج على التراخي نعم 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 مسألة فيها اختلاف ولكن ظاهر والله أعلم ما دام الحج فورد في سنة الثامنة وفي قوله في السنة السادسة ونبسا الحج في آخر عمره فهو على التراخي فنقول له قدم زواج ابنك هنا يقدم زواج ابني يقدم زواج ابني في حالة الحاجة في حالة احتياج ولده نعم احتياج ولده الحاجة هذه بمعنى ليس له المال آه بارك الله والحاجة بمعنى يحتاج إلى زواج بمعنى كإن محرم سنقع فيه نعم لابد أن ندفع محرما وأنت إذا أخرت الحجة لن تقع في محرم نعم واضح فندفع الحرام ولا الواجب يجوز تأخيره يجوز تأخيره يجوز تأخيره واضح أما إذا كان أما إذا كان هذا الابن هذا في حالة لا تدعوه إلى الزواج ممكن أن يؤخر حجه يؤخر زواجه لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع يوفر هو لنفسه المال أو أنت توفر له فلنقول له أنه نقدم قدم الحج قدم الحج لأن الحج أيضا كلما تقدم الإنسان في السن كلما ضعفت هذه الاستطاعة نعم والحج الآن لم يعد بملكك الآن مما يدخل في الاستطاعة قضية القرعة برك الله فيك شيخ قضية القرعة الآن لا يحج مع الخواص هو يتحكم لأنه عنده مال كثير لكن إنسان خرج في القرعة لكم يروحش يمكن حتى بعد سنوات واضح الآن هذه قضية الاستطاعة ندخل فيها لأنه الذي مخرج في القرآن نعتبره غير غير مستطع صح لا يكلف الله نفسه إلا وسعه فليس هناك جواب واحد لكل الناس أخ هذا السائل لمذكر تفاصيل ليس هناك جواب واحد ولكن ندفع المفسدة الكبرى بمفسدة أقل منها إذا كان بإمكان تأخير الحج يزوج ابنه إذا كان متضرم بترك الزواج وإذا كان العكس هذا الابن قادر يخدم على روحه قادر يزوج نفسه ولكن بعد سنتين أو ثلاث وهو غير مضطر إليه في هذا في تلك السنة نقول له عجل به أبدو يقدم الحج مبارك الله فيك شيخ قبل أن نستكمل الأسئلة نخرج لفاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام مرحبا بكم في اللزء الثاني من حلقة اليوم شيخنا الفاضي نستكمل الأسئلة معنا أول سؤال يقول رجلان اشترك في شراء شاحنة وهما يعملان بها في النقل أحدهما اقترح فض الشركة وبيع الشاحنة واقتسام رأس مالها مع العلم بأن قيمتها في السوق ارتفعت كثيرا لكن الطرف الآخر رفض وقال لا نبيعها ولكن أعطيك نصيبك الذي دفعته يوم الشراء فمع من هو الصواب يعني من المحق فيهما بسم الله الحقيقة هذا من الأسئلة التي تتكرر وتطرح كثيرا نعم وتتقع نزاعات من هذا النوع وسبب التنازع سبب التنازع في نظر العلم عند الله أن كثير من شبابنا كثير من الناس يدخلون في المعاملات المالية في الشركات بجميع نوعها مضاربة أو شركة من هذا النوع أو غير ذلك دون تفقه في أحكام البيع أحكام المعاملات أحكام البيع والإيجارة وغير ذلك والواجب على كل مسلمين أنه إذا أقدم إذا أقدم على الزواج يتفقى في أحكام الزواج يعرف حقوقه وواجباته وإذا أقدم على أي مرحلة من مراحل في حياته يسأل إن لم يكن حكم حلال وحرام يسأل عن الآداب يسأل عن الآداب آداب نعم ما يجوز لي وما لا يجوز وما ينبغي لي وما يفضل لي أن أفعله وديننا دين الله سبحانه وتعالى شامل لكل مناحي الحياة لا نتصور أنه يكون مفصود مع الأسف نحن في كثير من الأحيان مع الناس الدين والإمام والفقه لا نرجع إليه إلا إذا وقعت خصومة والالتزام بشريعة الله سبحانه وتعالى بالأحكام الفقهية من مقاصد هذا الشرع هو إقامة العدل وتجنب الخصومات فالالتزام بالشريعة في أحكام البيع وفي أحكام الزواج وغير ذلك من الأحكام هو ليس لحل المشاكل بل هو لاجتناب لاجتناب المشاكل أصلا لأنه أنت تعرف حقوق وأنا أعرف حقوق وتعرف أنت واجباتك إذا التزم كل واحد مننا بما له ومع له لن تحدث المشاكل ولكن المشكلة أني أنا لا أدرس وأنت لا تدرس ونتعامل وبعد ذلك نتنازع ونختلف ونرجع إلى إلى الشريعة نرجع الشريعة التي قد تكون لي عليك أو العكس وبعد أحيان قد تتعمق الخصومات ونذهب إلى فاقه أو إلى إمام ونطلب منه أن يجد لنا حلا أحيان تريد إلينا أسئلة يقولك أين الحل؟ أنا أقول لهم لماذا لم تشاوروا الإمام ولم تشاوروا من في جهتكم أو إلى الفاقه أو إلى كذا من الأول يعطي لكم إلى الحل؟ لكن بعد أن تتعمق الأمور تسألون عن الحل؟ صح لا إذن هذا السائر يقول أنهم اشتروا شاحنة شاحنة عملوا بها وبعد ذلك أراد أحدهم أن أن يفض الشركة ويبيع الشاحنة ويبيع الشاحنة نعم واختلفوا في السعر المعتبر نعم هل هو السعر الحالي؟ السعر الحالي لأنه زادت طبعا أم السعر الذي الذي دفعه أولا في الشركة الجواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المعتبر والسعر سعر الحالي لأن هذا رأس مال لأن هذا رأس مال نمى نمى وزاد سعره فيريد أحدهما يعني هما شركاء يجوز لهذا الشرك أن يبيعه شرعا يجوز له أن يبيعه لشرك آخر يبيع حصته لشرك آخر ومن حق الأول أن يشفعه ويشفعه بسعر السوق وليس بسعر الذي الذي شتاره شخي يشفعه ويبيعه يعني؟ بمعنى يسترد الكل آه يعني يشفعه يسترد آه أنا أولا لا تدخل علي شريكا لا أعرفه لا أحبه لا لا أتفهم معه فالهنا ماذا يقول فقهاء؟ المعتبر بسعر يومها بسعر يومها قلت هذا بالنسبة يعني أظن أن الأمر بديهي نعم لأنه لو باعوها لن يبيعوها بسعر قبل سنة أو سنتي طبعا سيبيعونها بسعر اليوم الحالي بسعر اليوم ولو انخفض السعر نقول لهذا الطرف الآخر الذي يريد أن يرجع إلى السعر الشراء نقول له العادة أن العتاد والسيارات والأي شيء بعد استعماله تنقص قيمته قيمته لو نقصت قيمته ماذا ستعطي لشريكك الذي سيخرج من الشريكة؟ هل تعطيه بسعر اليوم أو بسعر الشراء؟ طبعا سيعطيه بسعر اليوم بسعر اليوم نعم القاعدة أن الغن بالغرب الغن بالغرب الغن بالغرب يعني كما تغنم تغنم هكذا ما شيء كما يقوله يعني كما يقوله إحنا لا تأخذ من المعاملة إلا الجانب الإيجابي الذي يخدمك نعم قواعد الشراء وقواعد البيع يعني كما تربح كما تخسر كما تخسر وهذه العدالة هذه العدالة بالنسبة للربح ربما قد يشكل على البعض أنه في الشركة الشركة بغض نظر عن رأس المال بغض نظر عن رأس المال نحن نقوله لما اشترك شريكاني في شركتين كيف يتقاسماني الربح وكيف يتقاسماني الخسارة الربح نقول حسب ما يتفقاني عليه لأنه ممكن واحد يبذل جهد أكثر والآخر ربما أعطى المال ويبذل جهداً قليلاً فالربح نقول حسب ما يتفقان عليه يقدروا شريكان واحد يدي 25% من الربح واحد يدي 75% لكن الخسارة تكون حسب رأسي رأس المال الخسارة تكون حسب رأس المال يعني هذا حط 50% وهذا حط 50% إذا كانت هناك خسارة الخسارة تعز الجملاين يتقسموها مليون مليون الربح 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 بحسب ما يتفقاني عليه عليه مواضح شيخ هذين نعودوها شيخ يعني في الربح يعني هم يتقسموا على قدر ما اتفقوا عليه متفقوا عليه يعني ما شوفوش شيخ هنا في رأس المال شوفوش رأس المال وفي الخسارة وفي الخسارة بحسب رأس المال واللي يبضح لك هذا المضاربة واحد يشارك بالمال واحد يشارك بالجهد ما عندوش المال الخسارة في المضاربة مئة بالمئة على صاحب المال لأنه شارك بالمال بنسبة مئة بالمئة والربح يتقاسب بقدم التفق عليه بحسب ما يتفقان عليه فهذه مسألة ربما هذا الذي دفع الآخر إلى المنازعة ولكن المعروف والمعقول أن السلعة أو أن العتاد وأنه إذا زاد سعره فكما تستفيد أنت يستفيد شريكك وإذا نقص سعره كما تخسر أنت يخسر شريكك والعلم عند الله سبحانه وتعالى مبارك الله فيك شيخ ننتقل إلى سؤال آخر يقول رجل اشترى عتادا بطريقة فيها ربا فهل يجوز لي أن أشتريها منه أعني أن لا أكون مشاركا له في الربا هذا أيضا سؤال في المعاملات المالية ويتكرر كثيرا نقول للإنسان عندما يتعامل مع شخص انظر إلى التعامل بينك ومع هذا الشخص ولا يهمك لصحة المعاملة كيف هو حصل على هذا الشيء اللهم إلا إذا كنت تعلم أنه مثلا حصل على شيء مسروق فلا يجوز لك أن تشتري شيئا مسروقا شخي إذا كان يقن أن شيء ذلك مسروق لا يجوز له أن يشتريه لكن إذا كان حصل على ذلك الشيء بمعاملة ليست محرمة ليست سرقة أو محرمة لذاتها ولكن في طريق الوصول إليها مخالفات لكي الناس يحصلوا على بعض الأشياء بالرشوة دفع رشوة لكي يحصل على شيء أو دفع ريبة يعني تعامل كان فيه ريبة فحصل عليه والريبة كعين ريبة البيع وكعين شيء غير ريبة الديون كعين حتى بعض الأشياء اللي لازم فيها يدا بيد الناس تخالف فهذا الشيء ليس محرمة لذاته يعني أنت لح تشري سيارة مسروقة يعني لو كانت شري سيارة مسروقة هي حرامة هي حق للغير لكن تشري أنت شيء هو في حد ذاته حلال لكن طريق ووصول إليه محرمة فيه مخالفات تهرب على الجمارك ولدفع رشوة الجمارك سلف من البنك بالريبة أو غير ذلك الطريق فيه فيه مخالفة لكن شيء الذي ستشتريه أنت هو مباح مباح انظر إلى التعامل بينك وبين صاحب الشخص ولا تنظر إلى كيف هو حصلة في السحر لكن بشرط بشرط لأنه كان أسئلة أخرى قد نستفيد منها نعم تفصيلات كان ليه يشري شيء عن طريق بالوعد بالبيع هكذا بمعنى هنا انت إذا اشتريت عليه يعني هو لا يملكه الآن حق التصرف نعم ما زال مملكهاش سلعام زال مملكهاش ما زال مملكهاش ما زال مملكهاش ملكه دائم نعم وأنت إذا أعطيت المال بواسطة توقيعك بواسطة موافقتك بواسطة مالك سوف ماذا جيبها تلك السلعة سيتعامل معاملة غير غير جائزة غير شرعية سيتعامل معاملة غير شرعية لأن الإشكال هنا يقول لك هلأ أنا أعاونه على المنكر أنت تعاونها على المنكر هكذا إذا كان لا يملكها ملكا تاما آه صح أما إذا ملكها وأصبحت عنده خلاص أنت تدفع له مالا ملكه ليه يعني ليه هو يعني ما شرح يروح الجاهد واضح لكن إذا كان تساعده ليقترض تساعده ليقترض هنا لا لا تساعده بتوقيعك ليقترض مالا يرده بفائدتين والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذه إنسان تقع ربما واحد يجي يشري هكذا وما عندهش عندهش المال يقول له لو روح جيبنا واثيقة من عند إنسان باللي راح تشتري ويجيبها للبنك كي جهب البنك بالوعد بالبيع احنا نقريضوك احنا وش نقوله للشخص هذا نقولوش ما يهمكش من جاو المال احنا نيعينه ها أنت أصبحت معينا مباشرا مباشرا لكن في أكثر الصور نحن الآن لو نفتح الباب لهذا الموضوع دون ضوابط يقولي أي إنسان يجي يشري عليك في الحانوت واش تخدم صح يعني سنفتحه بابا للوسوسة بارك الله بك ولكن أي واحد يجي أنت تبيع في الحانوت يجي يشري عليك حاجة واش تحضر بها ستفسد المعاملة وليس هذا هو الذي يوصلونها إلى شيء واضح سد الزريعة مطلوب بارك الله ولكن الوسوسة حتى التوسع الشيخة في السد الزريعة يوصلنا إلى حد الوسوسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديني آمين يا رب بارك الله فيه شيخ انتقلوا سؤال آخر يقول يسأل السائل عن حكم صيام الأيام البيض إذا صادفت يوم السبت السؤال هذا ربما أظن أنه أجيب عنه فيما سبق قضية صيام يوم السبت فيها اختلاف بين العلماء فيها خلاف في اختلاف بين العلماء لكن الذي أقوله وبالسبط الحديث مختلف فيه بمعنى هناك من يضعفه هناك من من يصححه يعني أصلا هو اختلاف في صحة الحديث نعم لا يصمنا حكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه هل هو صحيح أو غير صحيح كثير من العلماء يضعفونه كثير من السلاف الإمام مالك وغيره يضعفونه ويردونه بقوة يعني إذا افترضنا بالحديث الصحيح ما هي الأيام التي ينهى عن صيامها صوما أكيدا واتفق عليه العلماء العيدان عيدان لا يجوز صومهما بحال لا في قضاء ولا في غير ذلك حتى لو عنده كفارة على ستين يوم كيوصل العيد يفتر ثم يفتر ثم يواصل ولا تعتبره قطعا لا تعتبره قطعا للكفارة فبعد ذلك ما هو الشيء المتفق عليه بين العلماء أنه الجمعة لماذا الجمعة لأنها عيد عيد ليست كالعيدين ولكن هي عيد وصل يوم يوم الجمعة مكروه أقصى شيء يعني مكروه وليس مكروه مطلقا مكروه إفراده مكروه تخصيصه فإذا صينا يوم قبله ويوم بعده فهو جائز صحة عندنا حديث عامل به بعض العلماء ولا صحة وبعض العلماء وش هيكون هيكون كتر من الجمعة طبعا لا أي وأقصى شيء رح يكون مثل الجمعة إلا قبله وبعده بهذا يزول إشكال صيام أيام البيض لأن أيام البيض هي ثلاثة ثلاثة أيام متواصلة طبعا أنا الذي أعتقده أن الصيام يوم السبت يعني الحديث فيه لا يصح ويوجد ما يعارضه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصومين إلا يوماً قبله ويوماً بعده وش معنى بعده بعده يعني السبت بعدها بعدها إذا تحدثنا عن صيام داود صيام داود عليه السلام يوماً بيوم يوماً بيوم مصدر ويسأل مصدر آخر ثم يوقع نفسه في تشويش نقول إنسان اسأل من تثق فيه أوثق الناس أعلى الذي يتعتقد فيه على الناس اسأل به والله سبحانه وتعالى لن يحاسبك إلا على حدود علمك إلا على حدود علمك ولا يكلف الله مساء إلا وسعها نسأل منه نسأل منه وبعدين أقع في اضطراب يكتفي شيخ بشيخ واحد من يثق فيه يسأله أجابه فيفعل برأيه وهناك عندنا في ديننا ما يسمى الاحتياط وهناك ما يسمى الورع والعلم عند الله سبحانه وتعالى برك الله فيك شيخ شيخ لعلنا بهتا السؤال ننتهي من حلقة اليوم فجزاك الله خيراً على إجابتك أعزائي المشاهدين برك الله فيكم على حسن المتابعة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة تقبلوا منا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتوني سؤالي سعياً للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ضامئ للخير أوصولي أيا أهل الهدى والذكر أفضل